موسيقى السلام عليكم اليوم الدرس جديد سوف نقول فيه مفهوم المرجح في اول مثال لدينا حامل اوزان عنده جوجة للكتلات نقدر نسميه الطرف اللي فيه الكتلة الموضع A والطرف اللي فيه الكتلات الموضع B وهو وصل منه يبحث على التوازن يبحث على الموضع يبقى فيه تابت هذا الموضع اللي يبحث عليه هو المرجح المرجح النقطتين A والB بحيث ان A وزنها M معروف و B وزنها N مثلا معروف لكي طبيعي تقبل فهم المرجح في المنزل ناخد الطرف من الفلين وسلكين لهما نفس الطول ونفس الوزن وان نمثل بهم متلات متساوي الساقين فالشخص الواقف في الوسط يبحث عن التوازن ولا يسقط كما تراحلون فهو دائما يبحث عن الموضع الذي يجعله تابتا دون ان يسقط ذلك الموضع هو المرجح هو مرجح النقطتين A و B دائما لا يسقط لانه يبحث عن التوازن والنقطة التي يتوقف فيها تكون هي مرجح النقطتين A و B وأقرب مثال إلى المرجح هو الميزان الروماني فقد كان الرومان يستعملون هذا الميزان لتحديد كتلة جسم معين يضعون كتلة معلومة في الدراع القصير ثم يدخلون الجسم في الدراع الطاويل ويقومون بتحريكه حتى يحصل التوازن فإذا كانت مسافتين متساوية فإن الجسمين هم نفس الكتلة كما في الميزان وضع كتلة 20 غرام معلومة في الطرف الأول في الطرف القصير ثم قام بإدخال كتلة الوزن كتلة الجسم المراد تحديد وزنه في الدراع الطاويل فإذا كانت نفس المسافة عن العامود فإن الوزنين متساويان قام بإحتال التوازن نقارن المسافتين نلاحظ أن 3 سنتيم يعني المسافتين متساوية يعني أن الجسمين له منس الكتلة نضيف كتلة 20 غرام في الطرف القصير ونقوم بتحريك الكتلة كتلة الجسم إلى غاية التوازن نقارن المسافتين فنلاحظ أن المسافة الجسم مسافة الجسم هي ضعف مسافة الكتلة وبالتالي فإن الجسم كتلته هي فإن الكتلة هي ضعف كتلة الجسم نضيف كتلة أخرى يصبح لدينا ثلاث أضعاف كتلة الجسم ونقوم ببحث عن التوازن فنلاحظ أن المسافة مسافة الجسم هي ثلاث أضعاف مسافة الكتلة لذلك أخبرتكم مثال آخر للمرجح فهذا الجسم يبقى محافظ على التوازن يعني مهما حركنا الأمام أو الخلف يبقى محافظ على التوازن وهو يقف فقط على رجلين هنا نقول أن المرجح محقق بين الموضعين الموضع A والموضع B كي حققنا هذا المرجح أخذنا نقطة يعني منتصف أو نقول لها مركز تقل هذا الجسم وربطناه بالموضع A والموضع B يعني تربط هذه النقطة تربطها نفس المسافة لعند الموضع A ونفس المسافة لعند الموضع B وكذلك السلكين يحملون نفس الكتلة يعني هذا الجسم مهما نحركه سيبقى تابت ووقف يعني محافظ على التوازن أجل معي دبا بحث عن العلاقة التي تربطها بين النقطة ومتزينة في الحالة الأولى لدينا عمود تحت منه صخرة طرفه A و B في الموضع A لدينا شخص وزنه ألفا وفي الموضع B لدينا شخص وزنه بيطا وهنا G هو موضع التوازن بين النقطتين المتزينتين A ألفا و B بيطا نقوله أن G مرجح النقطتين A وزنها ألفا و النقطة B وزنها بيطا كيف ما شفنا في الأمثلة فالكتلة الجسم التي كان في الموضع B بيطا و مضربة في المسافة من B إلى G يعني ب B إلى G تساوي الكتلة الجسم في الموضع A ألفا و مضربة في المسافة من A إلى G هذا بالنسبة المسافة أما بالنسبة المتجهات بيطا 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 بيط جي المتجهة بيط جي تساوي ألفا المتجهة جي علش خلينا هذة المتجهات لأن أول حاجة بشي يتساوي هذة المتجهات بجوج خاصنا يكون عندهم نفس الاتجاه بمعنى أ و جي و بيط على نفس المستقيم إذن فالنقاط فالمتجهتين بيط جي و جي بالان value of jv ف YH is the same brand. ثم الملحة فيما أن يكون من A اليهبين في نفس الملحة من B نحو جي هذا الممتجهات تحتوج ra جي أ و بج منهم نفس الملحة يمكن ان ترى هذه الاتجاه فأن جي ا و بج لهؤatanه نفس الملحة كذلك المنظم منظم المتجهة α لجي أ يساوي منظم المتجهة ب بيطا بج لأن المسافة Alpha-HG تساوي المسافة Beta-BHG فإن المنظمة المتجهة يساوي المنظمة المتجهة إذن إليه من هذا الطرف الآخر أتقول لدينا Alpha-GA ناقص Beta-BHG تساوي المقنوات هنا تساوي المتجهة المناديمة كذلك يمكننا أن نكتبه هذا المواهد سوف ندخله هنا ونبدل الأماكن لهذه الطرف الآخر سوف تقول لدينا Alpha-GA زائد Beta-JB تساوي المتجهة المناديمة وهذه هي علاقة مرجح نقطتين متزينتين دائما Alpha-GA زائد Beta-JB تساوي المتجهة المناديمة بما أن نلقينا العلاقة للمرجح نجد أن نرى بعض الحالات في نظركم، إذا كنت لدينا Alpha يعني هذا الجسم كتلته Alpha وكذلك هذا الجسم كتلته Alpha في نظركم أين يكون الصخرة يعني ستكون الصخرة في المنتصف المتصف المسافة بيئة يعني الصخرة ستكون هنا بشكل عام لأنه إذا كانت هنا فهذا سنزل وإذا كانت هنا فهذا سنزل إذا ستكون الصخرة في المنتصف إذا اخذنا العلاقة وريدنا بلاست بيطا سنقوم بأسفل ألفا يعني الجسم هذا يوجد بهم عندهم نفس الكتلة فيمكننا نقوم بأسفل ألفا نعمل بها أقول ألفا سنقوم بأسفل جا زائد جا بي سنقوم بأسفل مناعديم ألفا عدد غير مناعديم سنقوم بأسفل جا زائد جا بي تساوي المتجهة المناعديمة ولدينا جا بي الجا أخرى إذا جا تساوي بي جا يعني أن جا هي منتصف في القطعة ع بي هذه حالة خاصة من المرجح إذا كانت كتلة النقطة ع تساوي مع كتلة النقطة بي فالمرجح سيكون في منتصف القطعة ع بي ندوذل الحالة الموالية في الحالة الثانية هنا شخص وزنه شخص وزنه أم وشخص وزنه بوشيتان إذا هنا في هذه الحالة هذه الصخرة ستكون هنا لماذا؟ لأن هذا الشخص أم يحتاج مسافة لكي يعود على الوزن الذي كان عنده لأن المسافة تعاونه لكي يتوازن مع الشخص الذي كان هناك في هذه الحالة فالعلاقة دائما تبقى هي أم أم هنا جا يعني أم جا جا زائد أم جا بي تساوي المتجهة المنعدمة أما هنا فعندنا جوجة للأشخاص تقل من هذا فالسخرة ستكون تقريبا هناك وقعدها ولقاها هناك يجب أن يكون هناك لكي يكون يجب أن يكون لكي يكون حتى وزن ما بين هذا الجيس الملكين في الموضع أ والجيس الملكين في الموضع أ ب